أهلاً وسهلاً بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الثانية والفرض الثاني للدورة الأولى نشوف نموذج للفرض الثاني للدورة الأولى مادة اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي إذن نموذج على شكل PDF على القوة في الوصفة إذن نشوف في هذه مادة اللغة العربية تراكيب صرف التحويل والإملاء والتعبير الكتابي إذن أول حاجة نموذج بالتراكيب ونموذج كما قلت لكم وعلى شكل PDF في الوصفة إذن التراكيب مشكل جمل التالي الواردة في النص إذن رأى بنسبة النص رأخدمناه قبل في فيديو قبل فيتعلق بالنص والأسئلة ده بعد نشوفه التراكيب والصرف والتحويل والإملاء والتعبير الكتابي إذن يعجز تلميد يعجز تلميد ليس بالطرورتي هذه الخزانة بينما المعرفة والثقافة إذن نعطي كي تبعدي مرفوع عدا يكون مرفوع إذن ده بعمش السؤال الثاني أكتب وأركب جملا حسب المطلوب إذن أركب الجملة على حسب مطلوعاتنا جملة خاص يكون فيها فعل فاعل مفعول به إذن مثلا أنقلوا راجع أحمد دروسه راجع أحمد ماذا الدروسة لا الدروسة هو بش بلينا مفعول به إذن راجع فعل أحمد فاعل مرفوع والدروسة مفعول به منصوب إذن فعل فاعل إذن ما كيش مفعول به إذن دخل مثلا دخل التلميد التلميد إلى القسم إذن عندنا فعل فاعل إذن دخل التلميد إذن فاعل إذن دخل التلميد وعندنا فعل فاعل إلى القسم إذن دبعا مشو السؤال الموالي قلت أضع سطرا تحت المبتدأ وسطرين تحت الخبر إذن كتاب مفيد إذن فين هو المبتدأ وكتاب إذن خبر هاد الكتاب ومفيد إذن سطرين تحت الخبر هو مفيد عندنا قرأت كتابا مفيدا هذه إذن قلنا الجملة الإسمية لك تكون مبتدأ وخبر والجملة الفعلية تبدأ الفعل إذن هنا قرأت كتابا مفيدا هذه جملة فعلية إذن ما نوضح سطر تحت المبتدأ والخبر الفنان يرسم لوحة إذن الفنان مبتدأ وأين هو الخبر هو جملة فعليا اللي هو يرسم لوحة هو الخبر نعم إذن العلم نور العلم هو مبتدأ إذن خبره ما هو العلم نور إذن خبر هو نور سطرين نعم إذن شو السؤال أصل بخط إذن إشارة تلميذ قصة خرج من الخزانة فعل لازم فعل متعدي والذي لا يكتفي بالخبر ويعني يرفع الفاعل ويعني يتعدى إلى مفعول به بالنسبة هنال لازم هو الذي يكتفي برفع الفاعل فقط إذن إشارة تلميذ قصة سمكين مفعول به إذن هذا فعل متعدي بالنسبة الخرج من الخزانة خرج كين إذن فعل وفاعل وما كيش مفعول به إذن هذا فعل كنتسمى فعل لازم إذن دم عم شو السؤال دي الصرف والتحويل قال لك أتمم ملأ جدول بالكلمات التالية إذن شنو عندنا عندنا إما مفرد مذكر مفرد مؤنت جمع مذكر جمع مؤنت إذن بنات بنات جمع كيف هذا جمع جمع مؤنت إذن بنات عندنا رمات رمات جمع إذن هو جمع مذكر سالم رمات حضارات جمع مؤنت سالم إذن جمع مؤنت إذن نكتب هنا حضارات فنان واحد كيف هو مفرد إذن هو مذكر إذن فنان عندنا أستاد أستاد إذن مفرد مذكر وأستادة مفرد مؤنت إذن عندنا أستاد إذن مفرد مذكر عندنا نجوم نجوم جمع نجمات أو هنا بالنسبة نجوم إذن نجم نجوم إذن هنا عندنا نجوم جمع كيف هو جمع مذكر إذن ما فيش تأ نجوم جمع مذكر حضارة عندنا التأ مربوطة إذن فهو ماذا فهو مفرد مؤنت إذن نكتبه هنا يا حضارة إذن مدام عدنا حضارة وبقتلنا واحدة نسيناها التقافة التقافة كذلك مفرد مؤنت فيها يعني مربوطة ديال التأنيت إذن التقافة مفرد مؤنت نعم إذن عدنا فنان أساد حضارة تقافة رمات نجوم بنات إذن حضارة إذن هنا يا وخاكي بلكم هذا جمع مذكر إذن رامي رمات إذن جمع مذكر سالم إذن حضارة مؤنت حضارات بنت بنات إذن نجوم نجوم إذن هذا جمع مذكر وهذا جمع مؤنت وحول الجملة التالية حسب المطلوب عدنا الفنان ويرسومه أكان عندنا بزاف وإينات يعني جمع مؤنت إذن نقوله الفنانات إذن نعمله جمع مؤنت سالم الفنانات الفنانات ماذا يفعلنا ترسمنا إذن ترسمنا عندنا متنى مذكر إذن نقوله الفنانان الفنانان ماذا يفعلان يرسمان يرسمان نعم إذن هنا بالنسبة المتنى المذكر يرفع بدا بالألف إذن هنا عندنا الفنانات جمع مؤنت سالم نعم إذن عمشو دبا السؤال الثالث إذن أصنف الأفعال الصحيحة حسب نوعها سألة مدى يلعبون اسمعوا شدة قرأة أخرج إضحك إذن أول حاجة إذن بالنسبة لفعل إذن كان فعل صحيح وفعل مؤتل إذن هنا أعطينا غير فعل صحيح فعل صحيح في ثالثة في فعل صحيح لسالم وما فيه لا آلف همزة ما فيه لا تضعيف شدة إذن بالنسبة لفعل مهموز وليك تكون فيه آلف همزة بحل أخاذة وفعل صحيح مضعف وليك يكون فيه تضعيف حل مدى إذن عمشو سألة في آلف همزة إذن هو فعل صحيح مهموز إذن عمكتبوه هنا سألة عندنا مدى فيه تضعيف شدة إذن فهو فعل صحيح مضعف مدى إذن عمشو دبا يلعبوا إذن ديما كان عمنا الفعل رجعوا الماضي باش نشوفوه إذن يلعبوا لعبا إذن وفعل صحيح سالم إذن نكتبوه هنا إذن كذلك وفعل صحيح سالم نسمعو عندنا شدة في تضعيف إذن وفعل صحيح مضعف إذن نكتبوه شدة عندنا قراءة في آلف همزة إذن فهو فعل صحيح مهموز إذن نكتبوه قراءة عندنا أخرجة أخرجة عندك تقولوneg فعلتك ترجعو التولاسي إذن أخرجة هذه الزيام المضارع إذن عمله خرجة إذن ما هو فهو فعل صحيح إذن سالم إذن نكتبه هنا أخرجة دي ما رجعه إذن ما دي خرجة إضحك إذن ضحك إذن كذلك فهو فعل صحيح لسالم ما فيش لا ألف همزة ما فيش لا تضعيف إذن نكتبه هنا أضحك إذن فهو فعل كيف هو فعل صحيح سالم إذن إضحك يلعب سمع أخرجة وفعل صحيح ماموز سأل قراءة وفعل صحيح مضعف مدى شدة يكون عطينك الأمر مثلا المطاري حاول ترجع الماضي باش تعرف كيف شو الأصل دياله كيف شو التلاشي دياله إذن هنا مثلا أخرج يقول تقول فعل ماموز ولكن خطأ قصك تعمل خارج باش يبال لك الأصل دياله أنه خارج ما فيش ألف همزة إذن أخرج هذه كغير ديال زيادة إذن عنحول دبان شو المكون ديال الإملاء إذن بالنسبة للإملاء أسمي بهمزة وصل أو قطأ إذن عندنا انتهى أحمد من الكتابة وأخذ أدواته وينظمها في المكتب إذن نكتب انتهى إذن انتهى فهو هنا همزة مدى همزة وصل إذن هذا فعل كيف هو إذن انتهى كتر من ربعي ولي كنعمل له همزة قطأ إذن أحمد إذن همزة قطأ أحمد من معداء الكتابة فهي همزة وصل وأخذ فعل أخذ إذن فهو ألف مهموز إذن همزة قطأ أدواته إذن أدواته إذن همزة قطأ ينظمها في المكتب همزة وصل خليك أصحح سؤال تاني أصحح بالتاء المبسوطة أو المربوطة في حالة وجود خطأ إذن نحاولو ألقنا الخطأ إذن نعنصحو أما كانش خطأ نخليوه إذن عدنا دعات إذن دعات تكتب بالتاء مربوطة ممشي مبسوطة إذن ننصحو هنا دعات تلميذات صحيحة إذن ما ننصحوه شي زيوت خطأ تكتب بالتاء مبسوطة إذن نعملو هنا زيوت عندنا قرأت إذن أفعال كلها تكتب تاء مبسوطة مشي تاء مربوطة إذن نكتب هنا قرأت إذن قرأت تلميذات إذن هنا عندنا مشي تلميذات كنا كانت تلميذات صحيحة إذن عندنا تلميذات جمع مؤنة سالم إذن بماذا تكتب هذه خطأ تكتب بالتاء مبسوطة جمع مؤنة سالم مشتهدة كذلك تاي خطأ لأن جمع مؤنة سالم إذن هتكتب بتأم بسوطة إذن هتكتبه مشتهدات إذن بالنسبة لإملاء ما يملي عليك الأستاذ إذن تقلو التعبير الكتابي إذن ألاحظ الصورة التالية وأعلق عليها من خلال إبراز ما توحيبه وضع مكوناتها في نشر المعرفة والثقافة إذن بالنسبة للصورة إذن تتعبر على المكتب وكتعبر على الكتب إذن هشنو عنخوله تلعب المكتبة فيما فيها تلعب إذن المكتبة بما فيها من كتب بما فيها من كتب إذن ماذا تلعب؟ تلعب دورا مهما في تنمية دورا مهما في تنمية ماذا؟ في تنمية قدرات المتعلم المتعلم في ماذا؟ إذن قدرات المتعلم في اللغة والثقافة إذن في تنمية قدرات المتعلم التقافية اللغوية والثقافية إذن اللغوية والثقافية من خلال ماذا؟ اللغوية والثقافية وذلك من خلال اكتشاف معارف جديدة إذن ذلك من خلال المطالعة التقافية من خلال ماذا؟ المطالعة المطالعة وماذا أخر؟ مطالعة وإكتشاف إذن واكتشاف معارف إذن واكتشاف واكتشاف معارف واكتساب الثقافة اذا واكتساب ثقافات او اكتساب الثقافة من خلال التعلم الداتي اذا انطلاقا من التعلم الداتي حيث كتبنا باش ما نعودوش انطلاقا من التعلم الداتي نقطة انتهى اذا تلعب المكتبة بما فيها من كتب اذا دورا مهما في تنمية قدرات المتعلم اللغوية والثقافية من خلال مطالعة واكتشاف معارف واكتساب واكتساب واكتشاف معارف واكتساب اذا هناكين هنا حيث كتبنا هنا اكتشاف معارف واكتساب اكتساب علوم او اكتساب الثقافة اذا واكتساب الثقافة امشي الثقافية انطلاقا إذن من التعلم الداتي إذن أقرأ لكم تلعب المكتب بما فيها من كتب دورة مهمة في تنمية قدرات المتعلم لغوية والثقافية من خلال مطالعة أو اكتشاف معارف واكتساب اكتساب ثقافات إذن نحيد هذه إذن ديما نقرأ باش ألقيت شي خطأ نعوه نصحه إذن اكتساب ثقافات انطلاقاً من ماذا؟ انطلاقاً من التعلم الداتي إذن تلعب المكتب بما فيها من كتب دوراً مهماً في تنمية قدرات المتعلم اللغوية والثقافية من خلال المطالعة واكتشاف معارف واكتساب ثقافات انطلاقاً من التعلم الداتي إذن عمشو السؤال الثاني تلخيص ولخيص النص القراءة إذن عدت رجع له قبل نص القراءة وكيهدر على دور الكتاب يعني بالنسبة لتنمية قدرات ثقافية دي المتعلم إذن يمكن لأي إذن يمكن يمكن إذن نعملكم تلخيص يمكن لأي تلميذ إذن أن ينشئ أن ينشئ ماذا؟ أن ينشئ خزانة داخل خزانة في البيت خزانة في البيت من ماذا؟ من خلال توفير النقود من خلال توفير النقود من خلال توفير النقود من أجل شراء من أجل شراء القصص والكتب من خلال شراء القصص والكتب لأن المعرفة لا تقتصر لأن المعرفة لا تقتصر لا تقتصر لا تقتصر فقط على المدرسة بل يجب تنميتها بالمطالعة بل يجب هذا تلخيص كافي بل يجب تنميتها بماذا؟ بالمطالعة والتعلم الذاتي بالمطالعة والتعلم الذاتي نقطة انتهى إذن يمكن لأي تلميذ أن ينشأ خزانة في البيت من خلال توفير النقود من أجل شراء القصص والكتب لأن المعرفة لا تقتصر فقط على المدرسة بل يجب تنميتها بالمطالعة والتعلم الذاتي إذن سلينا تصحيح تمنى نكون فتكم شكراً وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة